دكتور عمار القربي من الواضح أن النظام السوري ربما ما زال يراهن على حجم الدعم هذا الذي يتلقاه من روسيا والصين عبر المجتمع الدولي وعبر مجلس الأمن ومن إيران وعن طرق أخرى مختلفة ما الذي باعتقادك يمكن أن يجبر هذا النظام على التنازل أو التخلي للفكرة أو لأجل السوريين الذي خرجوا معارضين إليه طالما الأوضاع بقيت كما هي يعني أنا قبل أن أجاوب أنا لم أتهم بالشخصي فقط سأرد على ما جاء من حديث دافه يعني بيخصني أولا أنا تحدثت أن القزافي وجدوه في المجرور وهو نفس المجرور الذي سنجد في بشار الأسد وحسن نصر الله الآن موجود في المجرور يختبئ من من يريد أن ينتقم لهذه الدماء الموجودة في سوريا ثانيا يعني عندما يتحدث عن المخابرات أنا لم أقول بأنه موجود في المخابرات ياريت بده 30 سنة ليصير عصر المخابرات هو أقل تقزما من المخابرات وأنا قلت أنه يتواجد في غرف النوم يعني وأي شخص يختلف بالرأي إما هو عميل للمخابرات وأما للموساد والحمد لله أنني جمعت المجرد من أطرافه يعني موساد ومخابرات في ذات الوقت فهذا كلام لا يليق نعم فيه وإنما يليق به وبأسياده من الملالي يعني بدل من أن يرد على بعض النقاط التي تحدث فيها في العمق فأصبح يذهب إلى الشخص يتفزلك ويتفزف علينا فهذا الكلام يعني أعود إلى سؤالك الذي سيجبر الأسد هو هؤلاء الأطفال الذين يقاومون حتى الآن هذا الجبروت هذا السفاح الأسد هو وبعض أبواقه الذين يطبلون ويزمرون وغدا سيلعقون أحديث السوار في سوريا من أجل المسامحتهم والذي سيجبر الأسد هو أن روسيا ستبيعه كما باعت كثير من قبله من موبوتو سيكو سيكو وحتى آخر واحد القزافي عندما يكون الثمن جاهز لدفعه للروس والمعارضة حتى الآن لم تفاوض ولذلك لا زال التمسك موجود في هذا الأسد إيران نفسه أرسلت إلى المعارضة أكثر من مرة تعالوا اتفقوا معي وعملوا معي حلف ولحنا ما بدنا الأسد لحنا فقط رايدين نتحدث عن المستقبل ورايدين ما نقصر سوريا من هذا المحور محور الشر المحور الشيعي الهلال الشيعي في المنطقة الممتد من جنوب برنان إلى سوريا إلى الأحيان لكن المعارضة رفضت لأن المعارضة مبدئية المشكلة أننا نتحدث عن الأسد وكأنه هو وحده في الدولة هل نتحدث عن بشار كشخص بشار الأسد كشخص كرئيس السوري ولا نتحدث عن نظام بشار الأسد إلى أي مدى المعارضة تستوعب فكرة الجلوس على طاولة حوار مع أي طرف أم أننا نتحدث عن كل النظام ست منتهى لا يوجد نظام في سوريا يوجد لدينا رب ألم تسمعي وتشاهد اليوتوبات لا إله إلا بشار ولا إله إلا ماير وعنده عبيد في لبنان وفي كل مكان لا يوجد نظام في سوريا يوجد ربوبية يوجد إله يوجد إله هو الذي يحكم قسم رأس هذا الإله سيكون النظام منتهي عن أي نظام إذا رأس هذا النظام التنفيذي رئيس وزراء ينشق صديق عمره العبيد منافطلس ينشق إذن وزراء يعني عن أي نظام نتحدث لا يوجد هناك نظام يوجد فقط رب هو الذي يحكم هؤلاء الناس بالحديد والنار والقمع يستغل طائفته ويخطفه يستخدم كل أوراق الإرهاب الدولية والعربية التي تعلمها من والده هو الذي رب القاعدة وأدخلها إلى بخيم نهر البارد في لبنان وهو الذي استخدم القاعدة في العراق والآن يستخدم القاعدة في سوريا واستخدم بعض فرق القاعدة لاختراق الجيش الحر وليست حسالات المعارضة هي التي أتت بالقاعدة لأن القاعدة أصلا صنعت في دمشق هناك تسريبات من وليكيليكس على علي مملوك عندما كان رئيس إدارة أمن الدولي عندما قال كيف هم وأصبح يعلم الأمريكان كيف هم اخترقوا القاعدة وما هي السبل لاختراق القاعدة إذن هذه كلها هي عبارة عن تفاصيل تدور في فلك الرب الأسد سيد غسان جواد من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية على الأرض واضح أنه لا غلبتها لطرف على الآخر يعني لو بقي النظام بشار الأسد يقصف ليلة نهار هذه مسألة حرب شوارع الآن الجيش الحر منتشر في كثير من المناطق يعني لا أريد أن أذكر الأرقام التي يتم الحديث عنها 60% ولا 70% ولا 90% المهم أنه له وجود على الأرض في سوريا النظام بطائرات ومدفعية لم يستطع إنهاء هذه المشكلة منذ ما يقرب من 20 شهر دوليا لا يمكن إبقاء الوضع على ما هو عليه يعني لا يمكن للعالم أن يبقى يتفرج على سوريا وهي تدمر بهذه الطريقة لا بد أن يكون هناك حل هل ألا تعتقد أن الحل يمكن أن يكون بإخراج بشار الأسد والاتفاق لاحقا على تسوية الأوضاع في سوريا بطريقة ديمقراطية طريقة تحفظ حقوق الإنسان الشعب السوري الكتلة الصامتة في الشعب السوري عندما تسمع إلى هذا النوع من التقيق الذي يقوم به ضيفك وينتقد رموز المقاوم بهذا الكلام الدنيء التافه السخيف الذي يشبهه هذه الكتلة الصامتة في البداية كانت تتعاطف مع بعض مطالب المعارضة ولكن عندما سمعت هذا النوع من الكلام من هذا الشخص ومن أمثاله من مرتزقة قطر ومن مرتزقة تركيا وغيرها هذا الدون هذا المرتزق بالأموال الشعب السوري وتلك الكتلة الصامتة عادت وطالبت بالاستقرار وعادت وطالبت بالدولة وعادت وطالبت بالنظام والآن عندما تسمعه يمس بقائد الأمة العربية والإسلامية المقاومة سوف يعني سوف لا أعلم ماذا تقول في هكذا أشكال وفي هكذا نماذج قائد حزب الله سننا نريد أن نتحدث في السياسة قلنا وليس في الشخص وأنت الذي تقول عن سيد حسن نصر الله بأنه ستجده في المجرور ستجد نفسك مقتولا على هذا الكلام هل تسمع؟ هو يهددك دكتور عمار القربي بشكل مباشر وهذا تهديد طبعا نعم الذي يتحدث عن سيد المقاومة بهذا الكلام سيد غسان جواب هذا مسجل تهديد مسجل ومن حق الدكتور عمار القربي أن يرفع قضية إذا ما حصل له أي شيء لأنك هددته بشكل مباشر عبر البرنامج وهذا الحقيقة خروج لكل الموضوع عن مساره دكتور سيد غسان جواد إذا هديت بدي جواب على سؤالي أنا هديت ستمنتهم من البداية قلنا نتحدث سياسة طيب هذا المصدوى والنموذج هو اللي ضعف لك البرنامج معلش لا ما ضعف لبرنامج البرنامج سيبقى قوي لكن في نهاية المطاف سيد غسان جواد هذا الوضع في سوريا الدوران في حلقة مفرغة يدفع الشعب السوري ثمن لذلك لا يمكن للعالم أن يبقى صامت حتى لو أنزلت إيران كل جيوشها حتى لو أنزلت الدول التركية كل جيوشها إيران لابتون من جيوشها أنا بحكة عن تركيا وإيران معنش ما شفناهم سيد غسان جواد من الحرس الثوري تم اعتقالهم وتم الحديث أنهم من الحرس الثوري لم يكنوا مدنيين من ذهبوا إلى سوريا وفي تسريبات صحفية وتسريبات إعلامية بذلك وفي اعتراف من المسؤولين الإيرانيين بأن هناك مستشارين إيرانيين لدى الرئيس بشار الأسد يعينونه على إدارة هذه المعركة ضد الإرهابيين بقاء الوضع على ما هو عليه ليس في صالح أي طرف الوصول إلى حل في النهاية هل ستبقى الأطراف متعنتة ببقاء رأس النظام هو بشار الأسد سيدتي في البداية بالموضوع الإيراني وتدخل حزب الله هذا كلام سخيف تافه لا معنى له لم يوجد شخص ربما هناك مستشارين كل الدول تستعب بعض وببعض لا أحد يعني ولكن أقول عسكر المقاتلين هل يحتاج جيش السوري إلى مقاتلين؟ ما هذا الكلام؟ باعتراف الإيرانيين مش كلام صحفي والحقيقة مش موجود معي لتصريح لرئيس السيد نعم نعم هو قائد حرس السوري أقل حرس السوري قال لدينا مستشارون مستشارين عند بشار وبساعده إذن هم موجودين على الأرض نعم كل الدول ربما يكون لديها مستشارون ولكن فيما يخص ما تقولين حول تنحي الأسد وما إلى ذلك هذه نحن الآن في حرب هناك معركة في سوريا الآن هناك حرب إقليمية دولية تخاض في سوريا وعلى سوريا في سوريا هناك بعض المرتزقة التي يمثلهم عمار القربي ومن يشبهه وهناك دولة ونظام مقاوم ممانع لن يسقط ولا أحد في الدنيا يستطيع أن يسقطه وهناك انقسام وارتسام لنظام عالمي جديد إذا استطعت الولايات المتحدة والغرب إذا استطعت الولايات المتحدة والغرب أن تزيل هذا النظام بالعسكر فلتزيله وأنا أتحدث عن شعوب يعني إذا الشعب خرج لإسقاط النظام بالعادة لا يبقى هذا النظام وأنتم لا تعترفون بأن الشعب هو الذي خرج تقولون مرتزقة إذا عندي كرد سريع دكتور عمار القربي أم أني فقدت الاتصال مع دكتور عمار دكتور عمار القربي بسرعة لن شمحتم اختصاره بدون شتائم لا لا لن أشتم أنا سأقول بأن قطر دفعت الأموال إلى اللبنانيين جميعا من أجل اتفاق الدوحة الذي لعقه حزب الله بسرعة لا تدفع لي ولا للمعارضة السورية وإلا لكان وضعنا وضع مختلف أما بالنسبة إلى تركيا فنحن مشردين من سوريا لا يحق لنا ولذلك نتنقل بين الأقطار وليس هو لديه دولة داخل دولة يجلس في الضاحية الجنوبية أما بالنسبة للتهديد في القتل فهذا ليس مستغرب عنه لأنه هذا ردهم إلى كل من يحاور وعلى هذا الأساس قامت الثورة في سوريا لأننا عبر 50 سنة من تقدم المطالب بالإصلاح ومن أجل إنقاذ الشعب السوري كان دائما يرد علينا بذات المنطق بالقتل بالاعتقال بالحديد بالنار على هذا الأساس استوت الحياة والموت لدى الشعب السوري ولذلك لن يكون دمي أغلى من دم الأطفال التي تراق في سوريا نحن هذا المصير قبلناه مقابل أن يعيش أبنائنا حياة لا يوجد فيها لا للأسد ولا لعبيد الأسد أمذال ضيفك في لبنان دكتور عمر القربي شكرا جزيلا لك على المشاركة سيد غسان جواد ضيفي من بيروت شكرا جزيلا لك على المشاركة